بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم ألف عافية أصدقائي معكم سيف مخارزة في هذه القناة تكلمت عن الكورسات اللي بقدمها كورسات التعليم الخصوصي عن اختبار الاختراق عن الهاكر الأخلاقي وعن الاستشارات عن سكشتين بشكل عام ولكن قليل ما تكلمت عن إنجازاتنا أو خلينا نحكي أعمالي أنا كسيف مخارزة على الصعيد الشخصي أنتو بتعرفوني كشخص تقني بشتغل في أمن المعلومات واختبار الاختراق بشتغل كمدرب ولكن اللي بنتابعها القناة من أول بيعرف أنه أنا عندي خلينا نحكي هواية أو ميول للجانب الأدبي ولي بنتابعها القناة بيعرف أنه عندي مؤلفات من قبل اللي هي رواية هندسة الغش أو عفوا كتاب هندسة الغش رواية الاستغلال بالطراضي كلها بتقوم على مبدأ الهندسة الاجتماعية اللي بنعرفها في مجالنا واليوم حبيت أحتفل معكم بإنجاز أو بخلينا نحكي أعلن لكم عن عمل جديد اللي هو رواية في جيدها حبل من مسد هي طبعا بيست أو مبنية أيضا على علم السوشيال انجينيرينغ أو الهندسة الاجتماعية بتحكي عن النصب والاحتيال أيضا ولكن بطريقة جميلة جدا فحتى الأشخاص اللي ما بتستهويهم القراءة إن شاء الله رح تعجبهم الأفكار الموجودة داخل الرواية مبدأي أن اتأخرت يعني أنا خلينا نحكي أصدرتها من قبل ما يقارب الأسبوعين ولكن اتأخرت في عرض الفيديو عليكم لأن أنا بدي لما أعلن عن الرواية الرواية تكون متاحة إنك تحصل عليها من خارج الأردن تمام؟ لأن أغلب المتابعين لأننا من الدول العربية الأخرى طبعا أهلا وسهلا بالجميع فحاليا أنا نشرتها على موقع جمالون بإمكانك الحصول عليها رح تلاقي اللينك الخاص فيها أسفل الفيديو بالدسكريبشن بإمكانك الحصول على نسخة ورقية من هون وبنفس الوقت خلينا نحكي بإمكانك إذا كنت داخل الأردن أيضا إنك تطلب نسخة موقعة مني شخصية تابعوني على صفحة الكاتب سيف مخارزة بنشر عليها مقططفات من الرواية الآن كسبتايتل أو وصف بسيط للرواية الرواية تتكلم عن لورا ريان مغربي اللي هي البطلة اللي خلينا نحكي بتكمل الرحلة بهذا الجزء من الرواية طبعا الرواية خلينا نحكي هي شيء مفهوم بذاته يعني مش لازم تحصل على الجزء الأول اللي هو الاستغلال بالطراضي أو غيره لا هذا الجزء لوحده كافي الرواية بتتكلم عن وحدة والدها اللي هو ريان مغربي كان شخص من أثرياء العالم بس ما بده ثروته تنتقل لأبناء وليش لأنه ما بده بده أبناء ويبنوا أنفسهم بأنفسهم لأن الثروة أو خلينا نحكي الشخص لما ينولد وفي ثمه ملعقة من ذهب في غالب الأحيان ما بيكون يقدر المال بشكل صحيح وممكن يعيش حياته بدون تعليم بدون هدف بدون عمل لأنه خلص بملك الأهداف اللي الشخص أحيانا بتعلم أو بتعب أو بعمل عشانها فبدوا هاي الثروة ما تروح لأطفاله وبنفس الوقت ما بدوا يتبرع فيها للجمعيات الخيرية لأن الجمعيات الخيرية مش كلها ثقة تمام؟ فكيف بد... فإيش الرسالة اللي عملها؟ ريان مغربي قرر أنه يلف العالم يلف حول مصابين العالم ومحتالين العالم لحتى يمثل أنه شخص ساذج ثري معه مصاري كثير بس ساذج لحتى خلينا نحكي ينصب عليه ويأخذوا الأموال اللي معه تمام؟ بنفس الوقت الشغلات اللي بتصير بتفاجئه يعني بتطلع بالنهاية ساذج بشكل جدي مش أنه بناء على تمثيله الآن بنته لورا المغربي كانت هي وإخوانها يعني مش عاجبهم هذا الموضوع مش أبدا مش سعيدين باللي صار أو بالقرار اللي اتخذوا والدهم فلورا ريان مغربي قامت بعمل مؤامرة أدت إلى قتل والدها في طائرة أثناء الذهابوا للنرويج لما انكشفوا الموضوع اكتشفوا أنه ريان مغربي الوالد تارك وصية شو بيحكي فيها كتب الوصية طبعا مثل ما بيقولهون أنه بعد استشعار النظرة التي تملكت أعين أبنائه كتب في الوصية يا أصدقائي أنه كل الثروة اللي بتكون تبقت معه تروح للإبن اللي كان خلف عملية قتله وطبعا خلف هاي المؤامرة كانت بنته لورا لورا بتروح السجن بتخلص مددها بالسجن بتم إطلاق صراحة بتكتشف أنها حصلت على الثروة كاملة وبتقرر مثل ما أبوها خطت بالضبط أنها تكمل الرحلة عنه في رحلة لورا رح نتعرف على ستة من كبار المحتالين والنصابين العرب وهم في رواية في جيدها حبلهم من مسد وهم الأشخاص اللي بتتكلم عنهم هاي الرواية إن شاء الله أنها تعجبكم جميعا هاي الرواية يعني هاي القصة اللي صارت ما قبل الرواية اللي صارت في الاستغلال بالطراضي إن شاء الله أنها تنال إعجابكم براهن أنها رح تنال إعجاب الجميع كنت قارئ أو ما كنت قارئ مثل ما قلت بإمكانك تحصلها من موقع جملون وإن شاء الله قريبا رح نشر منها نسخة BDF في متجر إلكتروني بحيث الأشخاص اللي ما بحبوا النسخ الورقية وبيحبوا يقرؤوا على أجهزتهم يقدروا يشتري الرواية ويحصلوها بشكل يعني BDF كان معكم سيف مخارزة نعطيكم ألف عافية